بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة نتابع معكم ما تبقى من المحسنات المعنوية وهي الشقة الأول من علم المعاني ونستكمل النماذج التي انتقيناها من هذه الفنون استغناء بها عن بقية النماذج نظرا لضيق الوقت الذي لا يتسع لدراسة كل الفنون البديعية المعنوية ونقصد هنا بهذه التكملة التورية وحسن التعليل وتأكيد المدح بما يشبه الذن وتأكيد الذن بما يشبه المدح والتوجيه وتجاهل العارف والاسلوب الحكيم فالتورية هي استعمال لفظ له معنيان أحدهما قريب ظاهر الدلالة غير مقصود من قبل المتكلم والثاني بعيد خفي الدلالة مقصود من قبل المتكلم لكنه يوري عنه بالمعنى القريب الذي يتوهم السامع لأول وهلة أنه يريده وهو ليس المراد في الحقيقة كقوله تعالى الرحمن على العرش استواء فالمعنى القريب هنا للاستواء هو الاعتدال والاستقرار بالمكان المعنى القريب هو الاعتدال والاستقرار بالمكان وهو غير مقصود والمعنى البعيد المقصود هو الاستيلاء والملك الفن السابع من هذه الفنون هو حسن التعليل وهو أن يدعي المتكلم لشيء علة يراها مناسبة غير العلة الحقيقية على جهة الاستطراف كيف كقول المتنبي ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب فهنا المتنبي وهو يمدح سيف الدولة يقول أو هكذا يزعم أن سيف الدولة ليس لديه رغبة في قتل أعاديه لا يريد أن يتخلص منهم ولا أن يتخلص من أذاهم ولا يكون لهم حقدا هذه العلة الطبيعية التي نعرفها لمن يتوجه لقتال أعاديه لكنه يزعم هنا أي المتنبي أن ممدوحه يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب أي يريد أن يلبي رجاء للذئاب بتوفير هذه الوجبة الغذائية الدسمة فبعد أن تنتهي المعركة ويجن الليل سيأتي الذئاب لأكل جثامين هؤلاء القتلى فهنا هذه علة هذه علة مفتعلة من قبل الشاعر وليست العلة الحقيقية بالطبع الفن الثامن هو تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد المدح بما يشبه الذم يعني أن يثبت المتكلم صفة مدح أو صفة ذم منفية لأن صفة الذم المنفية هي أيضا صفة مدح أن يثبت ذلك أولا ثم يأتي بأداة استثناء وبعد أداة الاستثناء صفة مدح أخرى على جهة دخولها فيها كقوله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العربي بيد أني من قريش فأنا أفصح العرب هذه صفة مدح ثم جاء بأداة استثناء بيد وأني من قريش هي صفة مدح أخرى لأن قريش هي من هي في الفصاحة فهنا دخول كلمة دخول صفة أني من قريش في مجال الفصاحة ومن ذلك أيضا قول النابغة الجعدين فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية فهنا يتحدث عن كمال أخلاق ممدوحه وبعد ذلك يأتي بأداة استثناء وهي غيرا ثم بصفة مدح أخرى هي جواد فما يبقي من المال باقية وكما تعلمون أن الجود داخل في تمام كمال الأخلاق الفن التاسع هو تأكيد الذم بما يشبه المدح على عكس الفن الثامن الذي هو تأكيد المدح بما يشبه الذم والفن التاسع هنا بخلاف الفن الثامن هو تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو أن يثبت المتكلم صفة ذم أو صفة مدح منفية لأن كما قلنا سابقا هنا صفة المدحة المنفية هي صفة ذم ثم يستثني منها صفة ذم أخرى بتقدير دخولها فيها كقولنا عن الحسود النمام فلان حسود إلا أنه نمام فجاء الذم هنا بذكر صفة ذم وهي الحسود ثم أداة استثناء إلا ثم صفة أخرى هي نمام على تقدير دخولها فيها الفن العاشر هو التوجيه أو الإيهام وهو إيراد الكلام محتملا معنيين على السواء كهجاء ومديح ونلاحظ هنا أن المعنيين متضادان فالهجاء ضد المديح والمديح ضد الهجاء وذلك ليبلغ القائل غرضه بما لا يمسك عليه كقول بشار في خياط أعور خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء فلا ندري هنا هل أجاد زيد خياطة ذلك القباء لبشار فتمنى له أن تصحى العين العوراء كتلك الصحيحة أم أنه أساء فتمنى له بشار أن تمرض العين الصحيحة لتصبح كالعوراء الفن الحادي عشر هو تجاهل العارف وتجاهل العارف هو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة أو غرض كتوبيخ ليلى بنت طريف لشجر الخابور وهي ترفي أخاها الوليد حين قتله يزيد بن مزيد الشيباني في عهد هارون رشيد فقالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي فهي تعلم هنا أن الشجر لا يحزن ولا يجزع ولذلك ساقت هذا العلم الذي تعلمه مساق المجهول وافتعلت الاستغراب من هذا الشجر الذي يحتفظ بأوراقه ولم يجزع لمقتل أخيها الفن الثاني عشر هو الأسلوب الحكيم وهو حمل لفظ وقع في كلام غيرك على خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ أي أن تعكس القصد الذي أراده المتكلم كقول الشاعر وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي فسايرهم في البداية في صفاء قلوبهم قال لقد صدقوا لكنه بعد ذلك حمل هذا الصدق على غير ما أرادوا فقال ولكن من ودادي لقد صدقوا في صفاء قلوبهم ولكن من ودادي إذن سايرهم في البداية قال لقد صدقوا ثم حمل كلامهم على غير ما أرادوا وعلى غير ما قصدوا وفي البيت الثاني الفن أيضا قائم فقال وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها أي فعلا كانوا دروعا لكن لمن للأعادي وليس لي وخلتهم سهاما صائبات نعم كانوا سهاما صائبات ولكن لمن لفؤادي أنا كانوا سهاما صائبات ولكن في فؤادي ففي الثلاثة الأبيات حمل في الشطر الثاني من كل بيت حمل معنى كلامهم على غير الوجهة التي أرادوا وحملها قصدا غير القصد الذي قصدوه شكرا